بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام للأتمان على مقام سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الآن حول ما وقع في تلك الأرض المباركة من شيء لم يكن متخيلا حتى عند أكبر المتفائلين فإن العدو تلقى ضربة ما تلقى مثلها في تاريخه بالناحية عدد الضحايا والجرحة والمعوقين والخارجين من الخدمة والأخطر واسمه أنهم لم يعود لهم دبابات وانتهت خزائن والذخيرة انظروا إلى هذا العالم كل بحبل من الله وحبل من الناس الحبل من الناس ممدود إليهم بالدعم لا محدود لا مشروط من الغرب كل شيء ولكن هذا الذي وقع أمر غير غير اتجاه العالم العالم فين كان غادي غادي فين يهيئ الأرض لنشر كل مثلبة نشر الإلحاد نشر الفجوم نشر ما يغير فطرة الخلق وربي ربي 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 فرنسا الحكومة التالية تعرف وش كون دائري في الحكومة ولا ما تعرف وش عرفتوا ولا ما عرفتوا وش عرفتوا ولا ما عرفتوا الله أكبر سبحانه شتول الحياة كيف يولد دائرة رئيس الحكومة ووزير الخارجية ورب ما نقولهاش على حقاش يقلعوا لي كل شيء القناة هكو تعرف الله أكبر القدوات يعني شو شو العالم فين غادي سبحان الله هذا الذي حدث في تلك العرض لم يحدث مثله في التاريخ لأن المعركة معركة لم يحدث مثلها في التاريخ لأن القوى التي جاءت لتحارب الإسلام في تلك الرقعة الضيقة الضيقة المحاصرة سبعتاش العام هو العالم كله 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 إلا الشعوب الإسلامي التي لا تملك من أمرها شيئا لا حولا لا ولا قولا هو سبعتاش إذا في النصر الآن يؤلنوا لم يعلنش ما بغوش يعلمه والهزيمة بغو يعلمه لم يستطيعوا أن يعلنوا الهزيمة من جانب واحد إذن كيفاش غاد يدير تعلن الهزيمة كيفاش خريجة تحاو اسمه لا لا مش يعني الهزيمة مش يدخل هذا قد دخله ورم الاجتماع والهيك في الأردن المحكمة الدولية إذن المحكمة الدولية القرار اللي هو اسمه وقف كيفاش يقولوا به الله أن المحكمة الدولية هي التي قضت بإيقاف الحرب الله شتون السياسة كي دايلا ها هذه اللولة اسمها تالوغش هذه اللولة عجزوا لأن كانت ستتوقف زيد من جانب واحد وتخرج المقاومة من هذه المعركة منتصرة دون 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 أن تكون بينها وبين المنهزم أي التزام أي التزام دون 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 ولكن الآن مشات المحكمة هم قالوا باللي القضية قضية مسألة حقوق يا ودي هك يا ودي تبارك الله تبارك الله تبارك الله لكن المسألة الأولى هي هذه وسيتم الإعلان بعد أسبوع أو أسبوعين إيقاف الوقت إيقاف ياك ورغم بالدون يخرجوا الآن رغم كل شيء يخرجوا الآن تقريبا في الشمال تقريبا كلهم يخرجوا بقي في الجنوب خاصة في مدينة خان يونس والمعركة هنالك قد كبدت العدو من الخسائر ما جعلهم يعلنون في جرائدهم أن أكثر الأيام سوادا عند العدو هو نهار شكوه نهار نهار لارمه تعرف يعني يعني نقلت جند فيها ستين تحترقت يعني واحد شيء كبير المسألة الثانية المسألة الثانية ما اسموها هل سيقبل العالم ظالم هل سيقبل أن تجني المقاومة السنية في غزة ثمار هذا النصر يقبل لما يقبل إذن فهو يخطط زيد لما بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار حتى لا تخرج هنالك المقاومة السنية وتعلن أنها انتصرت ومحددات السياسة الغربية زيد واسم محددات السياسة الغربية واسموها هي أن لا تسمح أبدا لأهل السنة في أي أرض أن ينتصروا أو أن تكون إرادتهم حرة في اختيار من يمثلهم وإن نجاح المقاومة في الانتخابات في 2005 قال لهم كلينتون وكارتر هي آخر جريبة آخر جريبة ولما جاء بجريبة مصر انقلبوا عليها بعد عام واحد فلا ينبغي أن تتكرر إذن واسموها المحدد الكبير تع السياسة الغربية واسموها الذي يسطره كتاب صحوة الشيعة المعتمد في الإدارة الأمريكية من أجل تطبيقه أولا على الشرق الأوسط من أجل زين تشكيل الشرق أوسط تحت حكم الرافضة إسرائيل الكبرى البديل عن العدو الذي فعل الأفاعيل في سوريا أجلى أهل السنة وجاء بهؤلاء كما قال رئيسهم لا بد من أن يكون عندنا شعب متجانس تخرجوا السنة ونجيبوا الخريق كما قال لفروض وزير الخارجي يقولون لا نقبل في سوريا دولة سنية وكما قال بريمير في العراق جئنا هنا من أجل أن نصحح خطرا تاريخيا لألف عام هو استفراد السنة بالعراق جئنا لزحزحة السنة وحكم الشيعة لأنهم عبر التاريخ هم خدم لمشروع أعدائي هذا الذي يسبوه منعائشة هذا الذي يسبوه سيدنا أبو بكر وعمر يقول عمر هو أصل المصائب كلها ويلعن هذا يعني قاعدك شري داروا في العراق وداروا في الشام وداروا في لبنان هذو غادي يكون فيهم شي خير هذو هم هم العدو يرهم هما إحنا الكتوب أنت حمكة تقول سمعت ولذلك مسمور ما يديروا الآن لتجيير النصر للشيعة وحتى يكون لهم زيد دور الذي يدعم ماديا وإعلاميا وقانونيا زيد زيد يخص إن شاء الله يجيره للشيعة حزب اللات المجرم عارف واسمه ده في سوريا في القلمون وفي حالب آذك من شاب الجيش والبراميل في العراق آصائب الحق وذكل الحشد الشيعة الله 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 فعلوا في أمتي رسول الأفعيل هذو قام إذن واسمه يجيروها لمن شكون هما في شخص من شكون الحوثيين شدتوا الحوثيين أهل اليمن ولذلك البرح قال لهم واسمه قال لهم أقب دور واحد كمراني غادي ندير واحد القصف يعني أعلمهم أعلمهم شو كما كانوا يتفهموا هو إيران وامريكان من يقول لها غادي نظر السبعتاش للساروخ وما غادي يقيس ويواغ يغز يقول يالله اضرب اضرب مش حال من دقيقة 40 دقيقة وقال توقفنا وش كل شارك شاركت أمريكا وبريطانيا ودخلوا في محطة البحرية مسكينة باش أول لقمة لهؤلاء ستكون تلك التي يكثر فيها هؤلاء هذا الحوثيين هذا يسبون عمر يسبون أبو بكر فعلوا الأعاجب في مسجد المسلمين في المقم أهل السنة تعرفوا مقرب وش حال تبعد على تبعد على مقرب وش حال تبعد على لا صنع وش حال 70 كيلومين كل ما يخرجوا لها أهل السنة باش يستردوها يأتي الطيران الأمريكي ولذلك يسلموا هذا إلى تلك المنطقة لكي ما يبقى وعالوا وهم الآن يخططون لإنهاء المقاومة السنية عن طريق تدعيم هؤلاء في الداخل في غزة الله 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 وعد الرسالة لكم نقرأ عليكم أنت وحد من ثم إن شاء الله تعالى من المقاومة كي يقول لا هذا الشي اللي كان يقوله يعني يقوله هو بعد فذاته يقول لما إحنا راح نعارف نكون شي وراح نعارف نشكون هذو وراح نحن وهذا النص اللي يقول عليه شي حاجة نحن نبرأ من ذلك نحن لا يمكن أن نقف مع من قال له نحن في الده من يسيء إلى أرض رسول الله نحن نحن إلى ما يخطط له لهذه المنطقة من بعد كيفية وقف إطلاق النار لأنه يتعذر على العدو أن يعلن عن الهزيمة فكان لابد لهذا العالم الغربي أن يتدخل من أجل أن يكون وقف إطلاق النار عن طريق محكمة هل محكمة عمور ما خدمت جاء قليل غيم اللي حكمت على ميلوزوفيتش وصافي ميلوزوفيتش في ذاك القيطة سريبان إن شاء لأنه كان ضدهم أميريكا إذن هذه والثانية واسمها أنهم الآن يهيون ويقول وخرج واحد السيد من ذو قد يقول لقد قام العدو أميريكا وبريطانيا بقصف كذا وخلف خمس شهداء ولن يمر هذا بدون عيقاب عيقاب يعني العيقاب صافي داروا تلقطة وداروا تصوير وخرجوا والآن غديبقوا يخدموا على هالمسألة وكان شي ناس اللي ما زال مسكين مغفلين ويقولوا باللي هذا اليمني اليمان اللي ذكرهم من بيس العسلم هم ذكر الرجال دي اليمن اللي رهم حاصرين هم عشر صنين في المدينة لا يكلوا ما يشربوا وكانكم فيهم شي رحمة قال لك الرحموا لي تامى ديال هذي يخير بعد يرحموا هذك المدن ديال أهل السنة اللي الآن محاصرين عشر صنين ما دخلهم حتى شي حاجة وصابرين عشر صنين يا صعبي عشر صنين ومحاصرين من قبل الهوثيين وحل عدد انت عن الناس مني غد يسمع لها الكلمة غد اللي يسب غد اللي يدير اللي بغا يسب بيسب اللي بغا يقول كذا اللي بغا يقول هذا الرأي ديال عبدالله النهاري وانت يستمول زمن بان تعتنقه ولا استمول زمن بان يقنعك المهم احنا ننطلق باذن الله من واقع معلوم معروف فإن هؤلاء يقسم برب العزة ليس هنالك عدوا لهم إلا أنتم اقسم بالله في الكتب انتح واش عنده السنة عنده شر من الخلق كامل خمينيف وحد السؤال قال له اللي يجد شيعي رافضي دخل إلى واحد السنة دخل عنده واحد ضرطة وحد الشيعي ضيف وقبلوه تقية يعني تقية كان ميكون ضعف قال له مني نخرج كان نقلس لي على الفراش كيف ندير وطهر الفراش من نجاسة هذا السنة قال له لو غسلته الخميني لو غسلته بماء البحر كله لا تذهب نجاسة هذا اللي كي اسمه الناصبي قال تحرقه بالنار شكرا 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 لك